اشتركوا في القناة في قناة وأن نبعد عننا الأهل الكفر والشرك والضلع في هذه الأبنة الأخيرة كثير من الإخوة والأخوات يعانون من ضيق الصدر والخوف والقلق والفزع منهم من يشك بأنه مسحور ومنهم من يشك بأنه ممسوس والله أعلى وأعلم لكن أردت بإذن الله أن أجيب على بعض الأسئلة حتى يتبين للناس ما هذه المسائل وأتكلم اليوم بإذن الله عن أربعة مسائل بفضل الله عز وجل للعلاج أو أعراض العين والحسد حتى يتبين المستمع الكريم والمتتبع الكريم الإخوة والأخوات حياكم الله ما هذه المسائل هناك من من يحس بضيق في صدره لا نتكلم عن الأمراض الروحية أولاً ولكن نتكلم عن الأمراض العضوية هناك من عنده ضيق في صدره من مشاكل أو أعصاب أو صدمات نفسية فإذا كانت هذه الصدمات النفسية فهي تتسبب لنا في ضيق في صدر وألم في بطن متنبضة القلب مما يؤدي إلينا إلى مرض بومزوي والله أعلم أما الأربعة أعراض العين والحسد فهناك ضيقون في الصدر حتى الإنسان لا يستطيع أن يتنفس كباقي الإنسان ودائماً عنده في هذا المكان يعني خنقى خموق مزموت لا يقدر شي يتنفس وصعيب عليه بش يتنفس وكي ضيق مني خصوصاً مني كي يتجامع مع الناس ولا مني كي يكون بوحده كي يكون شي شوية مزيد لكن مني كي يتجامع مع الناس كي يحسن ذلك خطير جداً بسأل الله السلامة والعفية هذه من جهة أما من جهة أخرى الخوف هناك من الناس من يحس بالخوف وإذا حسن الإنسان بالخوف فقد تقوت عنده العين والحسد وأصبح عنده مشكل تقول إحنا في فم المعدة يعني في الاستومة أصبح عنده مشكل في المعدة يعني ولكن عنده تراكمات والطرابات غضمية مقاش إنسان كي يستطع إياكل مقاش إنسان كي يستطع إشرب حتى أنه ولد عنده كي تجيلك النفور من أي شيء قلنا الخوف وقلنا الضيق هناك من الفتيات وأغلب النساء يتساقط لهن الشعر لكن الآن تساقط الشعر بكثرة بسبب العين والحسد حتى لا ننسى الأمراض عضوية فهناك موسم في السنة يتساقط فيه شعر النساء وهناك نقص في الخلايا وهناك نقص في بعض الفيطامينات يتساقط الشعر لكن إذا ذهبت المرأة إلى الطبيب وقال لها ما عندك شيء ما عندك تشي حاجة فهناك تجي العين كالجي الحسد من جمال الشعرين خصوصا بالنسبة للنساء اللواتي لا يضعنا الخمار أو السيف كما تنقوله أو الحجاب والريجات تكون نسبة قليلة لكي تساقط لهم الشعر والإنسان كتلقى ديمة عيان وديمة مسخصصة وعنده عقد في الأكتاف دياله يعني تكون مسكين مشدود في الأكتاف دياله وعنده العقد في الأكتاف دياله هذه أربعة دي المسائل تكلمنا عليها كنس الله عز وجل يفقكم الخير كنس الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم وإسهل ألف الواتساب القوى أسفل الفيديو إن شاء الله توصلوا معي نعطيهم العلاج ونطلبوا الله عز وجل الله تيسير الله أعلم هذه من جهة أخرى هو الإنسان الذي عنده عقد في الأكتاف فلا بد له من حجامة بإذن الله لا بد له من حجامة بإذن الله يحتجم حتى يذهب ذاك المرض ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيكم ويبعد عنكم الداءة والبلاء وأحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة